موسيقى متابعي سبوتشات ضيفي اليوم بهيدا الحلقة من برنامج وجهة نظر أمين عام المدارس الإنجيلية ومؤسس مركز سكلد الدكتور نبيل أسطى هيدا المركز يلي يعنى بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية بلبنان ويعنى أيضا بتدريب المعنيين من أهل معلمين وأسد على كيفية التعامل مع ذوي الصعوبات التعلمية دكتور نبيل أهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر سبوتشات شكرا شكرا لها الاستضافة الحلوة لنبدأ أولا بتاريخ 22 نيسان شو بيعني لجمعية سكلد وللبنانيين هذا التاريخ بهيدا النهار 22 اليوم الوطني للتلامذ ذوي الصعوبات التعلمية هيدا من عشر سنين فكرنا فيه بالحقيقة بهيداك الوقت كنا نبلشين جهودنا للتوعية بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية اجتمعنا مع بعض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ووزارة التربية المركز التربوي البريتش كاونسل وحبينا نطلق هيدا النهار حتى الناس عطول تتذكر انه فيه تلاميذ وفيه ولاد عندهم احتياجات خاصة وكل سنة بهالنهار وكأنه عيدنا الوطني هيدا من اوه هالتوعية من علية حتى الناس تتذكر انه هناء انه اللي عنده احتياج خاص عندهم حقوق مش بس عندهم من نشفق عليهم وشو بدنا نعمل وخليه بالبيت ويدلي ويتأبدا هيدول من نهتم فيهم عندهم حقوق اهليهم عندهم حقوق من نهتم فيهم نخدمون فالمغزى تبعا اليوم الوطني هو نعطي الاحترام الكامل مع الحقوق الكاملة مع الخدمة الكاملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة قداش عنا بلبنان ضعف ام ايه اللي تفهم بهوضي الاشخاص يعني نختلف عن الغرب بفهم الاشخاص ويعني تقبل الاشخاص اللي عندهم اختلفات عنا نعم ما في شك انه بلبنان ثقافتنا مش هيك لسوء الحظ قبول الآخر بلبنان مربين عليه قبول الآخر المختلف مربين عليه فهيدي ثقافة جديدة بلبنان لكن محسنة جدا من عشر سنين لحد هلأ ما فينا نقارن بالغرب الاعلام بالغرب بيثقف الناس قداش لازم يساعدوا كل واحد عنده احتياج خاص مثل ما بتعرفي اذا عم تقطع الطريق باوروبا بعدة بلدان بتصير تسمعي الجرس عم بيرن لحتى الضرير يقدر يقطع بسهولة اذا بالغرب حدا عنده حاجة او فات على مطعم او فات على محل عطول بيعطوه اولوية موقف سيارة ونطق نحن مش هيدي ثقافتنا لكن هلأ متحسنين لسوء الحظ بها الثلاث سنين كل اللبنانيين ظلموا لكن بالاجمال بلبنان تحسنت هالثقافة ما بدي اقول فقط بسبب اليوم الوطني لكن الناس صار عنده وعي اكتر ب27 نيسان رح تحتفلوا بالذكرى العاشرة لليوم الوطني للتلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلمية وبهذه المناسبة دعوتم لمؤتمر بجامعة سيدة الويزي انديو نعم شو رح يدخل لهذا المؤتمر وإلى ماذا يهدف نحن اول بدي يجاوي باسمان ثلاثة اول شي عملنا هالمؤتمر بجامعة سيدة الويزي لانس كيلد والانديو قدرنا نعمل برنامج جامعة للولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية برنامج جامعة هو سنتين بيعملوا قدت لكورسز فرشمن لفل بالانديو وعندهم برنامج خاص فيهم بيعلموهم المهارات الحياتية والاجتماعية جابولهم الروبوتكس جابولهم الرسم عم نهتم فيهم بشكل كتير عظيم كلمال هيك حبينا نعمل مؤتمر بجامعة الانديو هاي اول شي وتاني شي هذا المؤتمر جاي لعنا ضيوف جدا من احترمهم من قدرهم ان كان وزير الشؤون او دكتور فادي معلوف الهيد اوف سايكايتري بالايو بي نسميينه لازم نعرف شو يعني لازم نعرف لازم نعرف شو حقوقهم اذا اهل اجيهم ولد عنده احتياجات خاص وين بيروحوا ما بيعرفوا اذا اهل بدون يروحوا على بدون مدرسة دامجي ما بيعرفوا وين اذا اهل بحاجة لمساعدة مادية ما بيعرفوا وين فنحنا مسميينه لازم نعرف وجايبين عدة مدارس لان احنا بنشتغل مع كل المدارس وبالمناسبة المدارس صارت واعية اكتر لهالموضوع حتى الاهل يعرفوا اكتر جايبين اهل كمان يعرفوا شو حقوقهم وشو مين بيقدر يساعدهم اكتر بلبنان بهالوضع نحنا اليوم هذي الجامعية تعنا بعملية هيكة دامجوا الاشخاص اللي عندهم صعوبات تعلمية وتعليمهم نعم وانه يتعلموا هيدا حق طبيعي لقلهم ولكن من بعد التعليم من بعد التعليم المدرسة وبيرجع الجامعة مثل ما انت ذكرت اليوم طي يقدر هذا التلميذ انه يفوت على سوق العمل شو الصعوبات يعني اللي بتواجهه هلا طبعا سؤالك صغير وجوابه كتير كبير نحنا بتدينا سكلدو غيرنا بلبنان بتدينا مع اكيد مع الولاد وهي تدخل المبكر لاصحاب الاحتياجات الخاصة كتير مهم لان كل ما نخسر سنة عم بيخسر فانا اللي بديقول بها المناسبة الاهل لما يشعروا عنده ابنهم اي صعوبة ما بيقدر يتطلع فيهم بالوجه او ما عم بيعرف يكتب منيح او بالمدرسة مقصر شوي عن اصحابه ما بدون يستحوا ويدافوا عن الولد بدون يقدروا ياخدوا عند اختصاصيين يعملوا له تقويم يعرفوا شو الوضع ليقدروا يساعدوه فنحنا بتدينا من هالمرحلة تدخل المبكر وبتدينا نشتغل مع المدارس على الدمج ليقعد بمدرسة دمجة ويتعلم وقدرنا نوصل مثل ما قلنا لمشروع جامعي هلا التحدي اللي عنا هي نقدر نأمن له وظيفة ورا ما يخلص الجامعة فبيكون ابتدينا من التقويم من هو صغير مشينا فيه بالمدرسة لا قدرنا نوصله على الجامعة لا لا قدر ندبره بعدين وظيفة ما أنا نذكر شغلة نحنا مش دولة نحنا هالشغلة اللي عم نعمله لازم الدولة عمله ونحنا نكون ماشيين وراهن إذا صح التعبير لكن عم نعمل كل جاهدنا وبالحقيقة عم يتجاوبوا معنا أصحاب المؤسسات الكبيرة لكن بعد ما وصلنا بالكامل لهالفكرة وصلنا للجامعة عم نوصل للوظيف شوي شوي يمكن منا شي سنة بعد اليوم لأبدأ من الشعار الدمج هو حق لشفقة كيف بتعلق على هيدا الشعار بعلق عليه أنه هالولد اللي ربنا عطانا يه على شبهه نحنا كلنا نعرف نحنا الله خلقنا على صورة الله ومثاله على شبه هو مثاله هيدا ما فيني خليه بالبيت ما فيني قل له أنت ما بيطلع لك وخيك بيطلع له ما فيني ضل ظالمه ما فيني ضل مستحفيه بعدين الأهل بيهلكوا وإذا عطول ما قادرين يطلعوا هالولد لبرا فالدمج كرمال هيك نحنا عم نقول المدارس لازم تكون دمجة حق الولد يطلع لبرا حتى تقدر تنمى مهاراته ونعرف شون يقاطل قوي هالولد بده يتعلم الصداقة بده يتعلم يقعد حد حدا بده يتعلم ينزل على الملعب طبعا كل ولد حسب طاقاته الفكرية والذهنية أنا معا بقول الدمج حل المشكلة على الآخر وصار مثله مثل غيره لكن نحنا عطول منظل منظل نكتشف نيقاط القوة نكتشف نيقاط القوة يمكن نلاقي هالولد بيحب لعبة معينة بيحب الرسم بيحب الرياضة منقدر نكتشفه لما ندمجه مع غيره ويصير غار شوي من غيره إذا بقدر استعمل كلمة غيرة ليه هده عم يلعب فوتبول ليه هده عم يلعب باسكتبول ليه هده بيدرس بهالكلاب أو شي نحفز هيدا المهارات إذا خبيته ما فينا نعمل مثلنا نحنا نحنا بس نختلط بمجتمع ما من غار فكرك من بعض مبلغ من غار بكل بساطة بس نحنا عنا إدراك منعرف وين نوقف هالشي وشو نعمل فكرمال هيك الدمج بيعلمه المهارات وبيعلم الأسادزي والمدرسي كيف يساعدوا الأهل أكتر عملية الدمجة اللي عم تحكي عنها هي دمج بنفس الصفوف يلي فيها تلاميذ عاديين ولا تبقى مراكز كمان بس مخصصة لهؤلاء الطلاب هلأ في بدي أقولهم بالإنجليزي فيه إنتجريشن وفيه إنكلوجين يعني الإنتجريشن بيكون فيه بناية معينة وملاعب معينة وأوقات معينة للتلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصة وبالبناية الثانية فيه عندك سايكل وان وطو هالمدرسة العادي هيدا ما اسمه دمج هيدا اسمه إنتجريشن بحط ولد من أولادي هون وولد هون لكن الإنكلوجين بيكونوا بنفس الصف هلأ أنا ما عم بقول إنه كل ولد بيقدر يكون مدمج بنفس الصف مش هيدا اللي عم بقول لكن في كتير وراء التقويم منعرف مين ممكن يكون بهالصف مع أصحابه وبنفس الوقت ما نكون مدربين الأسادزي شغلي بالعربي اسمه التعليم المتميز يعني بالإنجليز differentiated instructions يعني الأستاذ بدي يكون مدرب كيف يعلمك وكيف يعلمني وكيف يعلم هالتلميذ وهالتلميذ اليوم في نقص في التدريب عند الأسادزي تماما يعني اليوم إذا كان في تلميذ شوي عم بيحر بالصف عم يتشيطان الحل أنسب أنت تطلع لبرة يلا حمال غراتك تطلع لبرة يمكن يكون عنده حركة مفرطة الإفراط بالحركة ينا الأسادزي من المؤهلين ليفهموا هذا التلميذ عم من شو عم بيعاني بيقصوه من الصف بينفوه الخبرية الحلوة أنه أنا كنت من هالتلميذ اللي عم تحكي عنهم وكانت حالتي طلعوني لبرة غيرت أربع مدارس لقدرت أخذ الشهادة الثانوية لأن الأسادزي ما كانوا بهذاك الوقت مدربين ويفهموا الوضع الأسادزي بالإجمال بيحبوا الولد الشاطر اللي امرتب ريحته حلوة وابن عائلة هيدا هو التلميذ المثالي هلأ تغير الوضع هلأ بطلت نحنا مرجلتنا ومسئوليتنا مين نطلع الأول باللبنان وتاني باللبنان وأعلى سات exam result نحنا واجباتنا نعلم كل ولد بالطريقة اللي هو بيفهم فيها بعدين لما نعمل هالواجبات بيبينوا معنا هالولاد كل واحد شو هني قدراته فنحنا مضطرين نقدر نعلم لكل ولد هلأ فيه ولاد ما فيك تدمجيهم بالصف لسوء الحظ بالنسبة عندهم تحديات قوية ممكن هيدول مضطرين يروحوا على specialized school نحنا بمدارسنا عنا مركز بكل مدرسة في منهم بيعملون صف لحالهم لكن المعظم بيكونوا مدمجين وهيدا هو الأصول وممكن يكون عندي شغلة من إلا pull out session معناته بصف الماث لأن غيري بيعرف بيلقط الدرس أسرع مني بيطلعوني أنا لبرا بيعلموني في أساتزي خصوصي special educators بيعلموني بالطريقة اللي أنا بفهم فيها لما نلحق الصف بيردوني عليه ففيه أوضاع مختلفة لكن المبدأ الكبير هو مبدأ الدمج هيدا الولد ما فيني خليه لحاله وما فيني قل له أنت كسلين شو خص هو إذا عنده IQ واطي شو دخله هو وشو دخل أهله بدي تضل شجعه وساعده لكن هيدا بدأ اختصاص وتدريب كيف يتم عملية تدريب الأساتزي والمعلمين الأساتزي هلأ إذا بدك الأصول لازم أنت بتعرف لما الأستاذ يتخرج من الجامعة معه بيقس معين فزيكس كمسري أو مات ليقدر يعلم بده تيتشينج ديبلوما وبهاي تيتشينج ديبلوما بيعطيه كورسات معينة تدريس الاسباحة واسباحة بده كورسات معينة ليصير الأستاذ مؤهل يفهم كل أنواع التلميذ نحنا لسوق الحظ عندنا أساتزي ظلمناهم خصوصي بهالأيام الإخرانية أستاذ معطر ومعاه شواطي بدي أعطيه تلميذ شاطر وتلميذ مش قادر وتلميذ ADHD ومني مدربه وزيادة بده يعملون أونلاين ودستنس لرنينج الأساتزي ظلمناهم الأستاذ لازم من أهله ليكتسب ثقة بحاله بيعرف يتعامل مع هالحالات ونجيبه على الصف ونعطيه هيدول التلميذ كيف أثر جائحة كورونا والتعليم عن بعض على الطلاب ضويئة الهمم والإحتجاجات الخاصة كانوا بالحقيقة أكتر شي تحملوا هني كمال هيك مركز السكلت حضرنالهم فوق المية وخمسين فيلم اللي نبعث وللأهل وللولاد على البيت هي الكلمة الدمج بنجي لهالولد منقل له أنت معنا ونحن منحبك وانت أشطر واحد وطع لقعبتك وهيدي لقلك إجت جائحة كورونا صار قاعد لحاله ما عم بيشوف حدا وغيرناله الستركتشر طبع حياته وحطيناله ماسكه بععد عنه ما أدرك هالوضع هلكو وهلكو الولاد وهلكو الأهل ومجرد ما الأهل يكونوا تعبنين وديبريست ولا رجاء لهم نقلوهم لولادهم صاروا ولاد عندهم قلق لما أنا أبدل أحكي قدام ابني المصاري اللي بدي علمك فيها راحت من البنك شو صار بها الصبي نحن ما منقدر كتير هالشعور النفسي عند الولاد فهيدون الولاد حرام ما قدروا يلحقوا على تطورات كورونا وضررة دايقوا كتير كرمال هيك نحن عطول نبعث متيري لعالبيت للأهل وللولد من مركزنا مركز سكلت لنقدر نساعدهم هني وبيتهم أنا أبدأ أحكي عن المدارس في لبنان اللي تشتغل على دمج الطلاب وين المدارس اللي فيها دمج اليوم هلأ نحن مدارس إنجلية أعضاء باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ومدارس الخاصة هلأ برجع بحكي عن الرسمية و300 مدرسة خاصة وعندك 700 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة من هالنسبة عندك حوالة 12% عندهم احتياج خاص أو صعوبة تعلمية من نوع ما هلأ هيدولي بالمدارس الخاصة بقدر اللي كسار عنا فوق 70 مدرسة خاصة بيهتموا فيهم والمدارس كافة إن كان أرتودوكسية أو كاتوليك أو مبرات أو مقاصد أو إنجلية كلياتهم صار عندهم لكن بهالوضع المرأنا فيه تفاوت نسبة الاهتمام بهالموضوع لأن صار همنا شي تاني لسوق الحظ يعني بعدين بدي أقلك تحدي تاني كبير كتير بطل فيه ثيرابيست بطل فيه ناس مؤهلة بس حدا يسره تماما الهجر صار عنا درينيج تقن كتير كبير كله راح الامارات وعلى الخليج ولهون ولهون فوقعنا بهالمشكلة جوابا لسؤالك أنا بقول فيه تقريبا فوق الخمسين مدرسة دامجة خاصة يلي بيدفعوا قصد مع العلم اللقصات صارت قليلة كتير بالنسبة لدولار وفيه تلاتين مدرسة رسمية هذي عايام الوزير أبو صعب أطلقهم تلاتين مدرسة رسمية دامجة هلأ النسب متفاوتة لأن فيه منهم هذي المدارسة الرسمية عملتها مع اليونيساف فيه ثرابيست ما قدروا يجوا أضربات ومتعادين وهالقصص بس مين عم يطلع الضحية هالتلميذ خاصة اللي عنده احتياج خاص تلميذ العادي بيجي عند جاره عطيني درسك بيحضر صفهم بيظل يدبر حاله لكن هيدول الولاد وأهليهم أكتر شي دفعوا طول كبير ضريبة كبيرة الأصول خليني قللي كل مدرسة يكون فيها ثقافة الدمج يعني بس مش ما فينا نقول ما بدي قللي أنا أحلم كتير 1300 مدرسة تكون دمجي على الآخر ما رح تصبط معنا بس أنا عبقول على القليل 20-30% من هالمدارس موزعين على كل محافظات بيروت بالتنسيق بين الرسمي والخاص حتى كل واحد بالمنطقة تبعيته يكون في مدرسة دمجي يقدر يبعث أولاده علي لأن هايدي بده ثقافة معينة بده كلفة بده ميزانيات ما فيني أنا مش قرار بمضي وبكرة صرنا هيك يعني نحنا أنا وإنت هايدي ثقافة ننمو بها منصير نحب أكتر ونهتم فيهم لنقدر نصير مثل بالغرب بدأ أحكي عن الصحة النفسية إن كان للتلميذ وبعد رح نحكي عن الصحة النفسية للأهل كمان لأنه كتير بيتعرضوا لتنمر إذا فينا نقول اليوم قديش في ظاهر التنمر بالمدارس له للأشخاص اللي عندن تحديات وصعوبات ما في أم سوري ما في شك إنه في تنمر البوليينج ما في شك لكن أنا بأعتقد ما عندي ما عندي ريسورتش معين ابني علي أعطيك النتيجة لكن بقدر اللي خف كتير التنمر وهيدا اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلومية باعتقد ساهم بهالموضوع والمعرفة ساهمت أكتر بهالموضوع تنمر موجود لكن خف لكن البنانجاري بنقوله إنه نحنا كل ما نعطي حقوق لهالأولاد كل ما التنمر بخف ما فيني أنا ضل أوعز ما تتنمر وما تعمل ومخب هالأولاد لما نجيب هيدول الولاد وأنا ساعدهم وابني عنيقات القوة وتشوفي إنه حدا ولد عنده خمسين لوحة رسم أو بيسبح كتير منيح أو بيلعب تشيس ساعته بتعرفي أنت كأهل وكمجتمع إنه هالأولاد أنا لازم استثمر فيهم فهيدول اللي تتنمر مع مساعدة هالأولاد بيمشو مع بعكس بعض بيمشو بعكس بعض كل ما ساعد هالأولاد وابرز قدراتهم كل ما التنمر عم بخف واليوم كيف بدي أشتغل على ترميم صحتهم النفسية الصحة النفسية بالحقيقة أنا تشرفنا بمقابلة وزير الصحة من يومين اللي عم بيأبدأ كل استعداد يساعدنا بهيد المهمة الصحة النفسية مشكلة عم تكبر بالاحتياجات الخاصة وبالاحتياجات الخاصة علينا لأن احنا أنا أبدأ لقول بلبنان في هذه أهم أزمة كل الأزمات تانية بس الناس شايفين قدامهم طريق مسكرة فصار عنا نحنا مشاكل صحة نفسية لكن نحنا بقدرات ذهنية عالية نحن نحن نوعا نسيطر عليها ونعرف كيف نريح حالنا بس هيدول الولاد اللي شايفين أهل محبطين وصاروا هن قلقين هيدول عم تأثر على الصحة النفسية تبعيتهم باللبنان نحن السايكولوجي ما كتير منعطيه أهميته بس الولد مسجلة الولد عم بيرائب الولد شايف وكل هيدول مثل السفنجي هيدول كلهم بأثروا فيه فهي هلأ فيه مشروع بالمناسبة برئاسة الوزراء كرمال الصحة النفسية الاهتمام فيها لأن زادت بالنسبة للوضع اللي نحن فيه الولاد اللي عم يصلوا لنا عم نجرب قد ما منقدر نساعدهم هي بالحقيقة الصحة النفسية أكتر شي تاب على وزارة الصحة مثل الصعوبات التعلمية تاب على وزارة التربية مثل تاب على وزارة الشؤون لازم يكون عندنا داتا بيس لكل هالناس حتى الأهل والولد بكل كرامة يعرفوا بعد التقويم أنه أنا بدي أتوجه لهون أو أتوجه لهون ما هي الصحة النفسية لما أنت ما عندي رجع ما عندي أمل بشي محبطة محبطة بس إذا أنا عارف عندي مشكلة إيدي مكسورة وأنا بعرف الإيدو مكسورة راح لهون قعد ستة شهر ورجع قدر يكتب بضلي مشجع فوضعنا صعب عم ما بدي أقول لك عم نعمل كل شي عم نجرب وعم نحكي وأنا حقيقة بتشكر هالوزارات اللي عم بيساعدونا هلأ من شو بتطلبوا من الوزارات المعنية بهذا الموضوع نطلب سياسات تشريعية منطلب منطلب مش كل مرة طب إذا أنا بعرف روح عند الوزير طب اللي ما بيعرف يروح شو بيعمل منطلب إنه يكون فيه شي واضح بس أنا يكون ابني عنده تحدي معين أو مشكلة معين أعرف وين روح وبس تروح فوه تقعد بكرامة بإير كونديشن قول لا لما عنا كهرباء أقول إيه المحل قعد فيه مرتب مش أوقف بصف عشرين قدامي خمسين واحد ليطلعلي دوري يقولولي نروح على المركز الفلاني وروح لقيهم مسكر كمان بدأ هالناس ما الأهل هالكنين أنا أهل وبعرف اللي عنده الأصحاب احتياجات خاصة مهمة ما نهيني عليهم نحنا كالدولة لازم تسهل مهمتنا هلا أنا بعرف وضعنا بس ما بحب أنا بطبعي مني سلبي بس بهالوضع اللي نحنا فيه بدنا ما خصوا الولد اللي عنده احتياج خاص ما خصوا الأهل هاي دي اجتن هالمشكلة واجباتنا نساعدن قدم ربنا مقدرنا ونساعدن بتقنية عالية بحرافية مش بشفقة وطاعل أبدا في أصول ما ننمشي فيها ما نتعلمها اليوم في أشخاص عندهم صعوبات تعلمية وقطعوا 21 سن الاقتراع ويحق لهم الاقتراع اليوم شو الصعوبات يلي بيتعرضو في هذا في هذا الموضوع بالانتخابات نحنا كيف ربينا يلي على كرسي اللي يوجه له الخير صديقنا جو سميه ذوي الإرادة صلبة ومنوجه له تحية صديقنا العزيز نحنا معودين منشوفه على الكرسي انه هايدي هي الإعاقات لكن مش هايدي هي فقط هايدي وحدة منهم وبيسمون أصحاب الهمم أو ذوي الإرادة صلبة بالانتخابات لسوق الحظ ما بيقدروا يطلعوا الطابق الأول ما بيهون شي يعني إذا بنقول جو صار معه PHD مشكلتهم ما فيهم يمشوا وبدون على الكيزات وما توغزين يبقى الكلمة مش حلوة يجي حدا يحملك نحنا الإنسان منه بضاعة الإنسان بده كرامته يوصل محترم محل فأكيد هذا خطأ بالانتخابات أنا بتمنى من ناشد الدولة على القليلة إذا ما قادرين يطلعوا يعملولون شي ألم تحت على الجراوند فلور حتى ما يطلعوا ويتبهدلوا ما هو اللي قاعد اللي عنده هالتحديات مدايق من غير شي نحنا كلنا واجباتنا نسهلوا ما بدي تضايقوا أكتر وأحملوا فمعون حق تجاوبك على الانتخابات معون حق ولازم الدولة لو الظروف صعبة يعملولون ما بعرف أنا من الوزير داخلية يعملولون ألم يقدروا يصوتوا تحت كيف التقنيات هني بيعرفون بعد عشر سنين من العلان 22 اليوم الوطني لأصحاب الصعوبات التعلمية شو أنجزتوا ولوان حبين توصلوا أنا أول شي بشكر ربنا هادي أول شي من كل قلبي لقدرنا نوصل محل ما نحنا اليوم قدرنا نخلق التوعية قدرنا معناة الحكي نحنا نقول إنه هادي حق كل أهل صاروا يعرفوا الناس قدرت تعرف إنه إذا إجاها ولد عنده تحدي معين مش نهاية الدنيا وهذا صار خلف كتير منيح المدارس صار فيه مدارس دامجة إن كان رسمية أو مدارس خاصة لكن نحنا مليتمنى نوصله أوانين وتشريع وميزانيات بيعطي حقوق لهيدول الناس نوصل لداتا بيس موحد الولد اللي عنده تحدي بيسجل بهال داتا بيس يروح ومين بيقدر يخدمه أنت بتعرف تحت ما ظلت الاحتياجات الخاصة فيه كتير نوع أنواع بده يعرف إنه إذا عنده تحدي اضطرابات أو عنده صعوبة تعلمية معينة أو عنده فزيكال ديس أبليتي أو عنده مشاكل بالصحة النفسية يعرف وين يتوجه بكل كرامة هيدول لولاد وأهليهم معنات الحكي لازم الواحد ينخرس ويحترمون زيادة لأن نوصل لمحل يصير عندهم كرامة وعندهم حقوق وعندهم تشريع يحمي حقوقهم ما حدا يشفق عليهم مثل الكامبين اللي وصلنا فيه هلأ الدمج حق وليس شفقة دكتور نبيل شكراً لحضورك معنا وعلى أمل هيده ثقافة الدمج تصير يعني متشرة أكتر في لبنان متابعي سبوتشات هيده كانت حلقتنا لليوم شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكراً اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة